بسم الله الرحمن الرحيم بشكل عافوي كده أو بشكل بسيط عشان نفهم إيه الأساسيات وإيه الحاجات اللي مطلوب نبقى عارفين طيب في بعض الزملاء وبعض الناس بتسألني طيب لو إحنا عايزين نبدأ في الموضوع ده مطلوب نتعلم إيه في الأول عشان نقدر نشتغل فيه هو أول حاجة هتبقى مطلوبة مننا اللي إحنا عايزين نتعلم لغة برمجة عشان نشتغل بها في الموضوع ده أفضل اللغات اللي شغالة في الموضوع ده عندنا تلات لغات عندنا طبعا وموجودة عندنا البايسون وموجود الار تمام طيب تاني حاجة موجودة عندنا أو مهم عشان نقدر نشتغل في موضوع معالجة الصور والكمبيوتر فيجن اللي إحنا نتعلم الامجي بروسسنج تالت حاجة هتبقى مهم اللي إحنا نتعلمها اللي إحنا عايزين بقى نتعلم الماشين ليرنينج وطبعا يندرج تحت الماشين ليرنينج الارتفيشل نيورا نوتورك وطبعا الديب ليرنينج رابع حاجة هنحتاج نتعلمها اللي إحنا نبدأ نعمل مشاريع ونبدأ نشوف مشاريع طبعا في حاجات كتير موجودة عليها مشاريع زي الجتهاب يعني وزي كاجل ومثلا بالنسبة للمتلاب هتلاقوا فيه أمثلة أو موجود متلاب اكزامبلز وعلى موقع برضو الماسورك وهكذا طبعا في الغالب الموجودة على كاجل وموجودة على جتهاب هتبقى مشاريع بايسون لو عايزين مشاريع متلاب ففي الغالب هتبقى موجودة على موقع الماسورك أو هتلاقي أمثلة داخل المتلاب أنا مش هتكلم في كل النقط دي في الفيديو دوت أنا هحاول أتكلم بس على أول نقطة اللي هي النقطة الخاصة بالبروجرامنج لانجوش طيب هنتكلم فيها نقول إيه بالنسبة للبروجرامنج لانجوش زي ما قلنا كان فيه تلات لغات موجودة عندنا البايسون وموجودة عندنا المتلاب وموجودة عندنا الار تمام؟ طبعا البايسون لغة مفتوحة المصدر حاليا هي تعتبر تاني أهم لغة يعني أو أكثر لغات استخدامة على المستوى العالم بعد الجافا سكريبت تمام؟ المتلاب طبعا عشان لغة برمجة خاصة بشركة ماسورك يعني وطبعا بتتبع بفلوس وبتبقى محتاجها لايسنزة أو محتاج ترخيص وكده وبيبقى غالي فطبعا استخدامات المتلاب مع الوقت للأسف بتقل يعني تمام؟ طيب لو فرضنا اللي احنا عايزين نتعلم اللغات دي وطبعا فيه لغة تالتة اللي هي الار برضو مفتوحة المصدر زي البايسون تمام؟ طيب اللي انا هرشحه للناس اللي هتحاول تشتغل بالبايسون تمام؟ في الغالب الناس اللي بتشتغل شغل أكاديمي بيبقى المتلاب بالنسبة لها كويس لان غالب الأبحاث اللي كانت موجودة قبل كده وبتشتغل شغل ماشين ليرنينج أو بتشتغل شغل ذكاء صناعي في الغالب كانت شغلة بالمتلاب طبعا الجديد اللي الناس بدأت تشتغل بالبايسون وبتوقع رفع كمان الأكواد على كاجل أو رفع على الجيت هاب ويبقى نشر البيبر بتاعته تمام؟ قبل كده كان الناس بتشتغل متلاب لو عايز تتعلم متلاب بشكل كويس أنا عندي مجموعة محاضرات على القناة تمام؟ مشروح فيها المتلاب بالتفصيل في حوالي 30 درس تقريبا يعني موجود كورس متلاب كامل على القناة عندي بس أنا أرشح للناس اللي هتشتغل بالبايسون لأن البيسون هيفيده سواء هو شغال في شغل أكاديمي في الجامعة أو كده وعايز ينشر أبحاث علمية وينشر حاجات زي كده هيكون البيسون مفيد لي جدا وغير كده لو عايز يسيب المجال الأكاديمي أو يشتغل في أي شركات برمجة أو يعمل شغل فريلانسر على الإنترنت مثلا ولا حاجة ويبدأ يبيع الشغل دوت ففي الغالب هيلاقي الناس بتطلب البيسون ما عادش هيلاقي حد بيطلب المتلاب يعني وغير كده المتلاب عشان تشتغل به ياما هتعوز تشتري اللايسنز ياما هتنزل نسخة بكراك وملوش هتلاقي حاجات كتير مفيدة لك عشان تشتغل بالمتلاب وطبعا المتلاب كلغة برمجة لغة ممتازة وفيه إمكانيات مش موجودة في البيسون زي السيميولينك مثلا يعني السيميولينك اللي موجود في المتلاب مش موجود له أي شبيه في البيسون ممكن الحاجات التانية اللي موجودة في المتلاب تكون موجودة في البيسون بس حاجة زي السيميولينك مثلا من المزايا الجميلة اللي موجودة في المتلاب وملهاش اي نظير في البيسون يعني وطبعا فيه امكانيات كويسة جدا السيميورينك في المتلاب والمتلاب بيعمل شغل كويس جدا في معالجة الصور وفي التعرف عليها وفي الزكاء الصناعي وكده بس زي ما قلنا هو دلوقتي الغالب الناس بتشتغل بايسون طيب لو فرضنا ان احنا عايزين نتعلم بايسون هتلاقي عندك كذا قناة كويسين جدا تقدر تتعلم منهم بايسون ارشح اول حاجة محمد الدسوق محمد دسوق ليه قناة ما شاء الله ممتازة جدا وفيها شغل داتا بيز وفيها شغل سي و سي بلاس بلاس وظن فيها جافا برضو وفيها حوالي 18 درس عامل 18 درس في البيسون تمام ومستخدم ريفرنس كده موجود على النت تقدر برضو تنزله فري تمام وتقدر تتابع معا الدروس بتاعته الدروس سهلة جدا وكل درس تقريبا 10 دقايق وهو كان بيساجل الدروس دي وهو بتعلم البيسون فالدروس سهلة جدا والموضوع بسيط يعني ومشاء الله من الناس المتميزة جدا يعني فهو عامل 18 درس عن الايه؟ عن البيسون لو عايز محاضرات متقدمة برضو اكتر في الموضوع ده في محاضرات دكتور مصطفى الحسيني هحط طبعا ان شاء الله تحت الفيديو الروابط الخاصة بالقنوات دي والروابط الخاصة بالبيليلست للبيسون والمتلاب برضو دكتور محمد دكتور مصطفى الحسيني عامل مجموعة قيمة من الدروس ومازال بيكمل فيها يعني فيها برضو شرح بايسون بالتفصيل وفيه شرح برضو ذكاء الصناعي تالت سلسلة كويسة موجودة عندنا برضو بالنسبة لبيسون خاصة لمحمد عيسى تمام؟ دي برضو من السلاسل الكويسة جدا اللي ممكن تستفيد منها في البيسون تمام؟ طيب لو انت عايز محاضرات بايسون بقى تبقى طبعا كل الحاجات دي في الاساس هم شغالين بيكلموا على الاساسيات بتاعة لغة البيسون ما بيحاولش يربط البيسون مع الداة ساينس يعني هو بيكلم على البيسون عموما يعني مش بيكلم على البيسون مع الزكاء الصناعي ومع الماشين ليرنينج ومع الحاجات دي لو انت عايز بقى تطبيقات للزكاء الصناعي او تطبيقات للبيسون في مجالات بقى زي الزكاء الصناعي والداة ساينس والحاجات دي فهتلاقي عندك محاضرات هتبقى خاصة بحسام حوراني طبعا حسام حوراني له محاضرات برضو تعليم بايسون اساسية بالاضافة لمحاضرات هو بيتكلم فيها عن بايسون بس بيتكلم فيها عن الشبكات العصبية وبيتكلم فيها عن الزكاء الصناعي باستخدام البيسون وفي محاضرات تانية خاصة بهشام عاصم تمام يبقى احنا عندنا اتنين تانيين هم دول هيكونوا بيتكلموا عن الزكاة الصناعة باستخدام البيصون هشام عاصم وحسام حوراني تمام وموجودة عندنا تلاتة بيشرحهم البيصون في العموم بالنسبة للمتلاب انا اعمل كرس متلاب كامل تمام وبرضو عندي كرس تاني خاصة بالشبكات العصبية برضو بحاول ننفس شغل الشبكات العصبية باستخدام المتلاب تمام او بعمل شبكات عصبية عميقة باستخدام المتلاب بشرح برضو الجزء النظري بتاعها وبعد كده بشرح ازاي نعمل شغل زجاء الصناعي باستخدام المتلاب يبقى كده ده مختصر الكلام بتاعنا اللي احنا ممكن نشتغل بالبيصون او المتلاب وانا رشح تشتغلوا بالبيصون لو عايزين تشتغلوا بالبيصون عندنا تلاتة نقدر نتابع الفيديوهات بتاعتهم محمد دسوقي والدكتور مصطفى الحسيني ومحمد عيسى وطبعا فيه موجود حسام حوراني وهشام عاصم تمام لو عايزين دروس تبقى متخصصة بقى في الزكاء الصناعي لو احنا تجاوزنا مرحلة اللي احنا اتعلم اللغة وتعلمنا اللغة وفاهمين معالجة صور وعايزين نبدأ بقى نشتغل التطبيق ونبدأ نجرب شغل زكاء الصناعي بالبيصون ففي الوقت ده ممكن تشوف المحاضرات الخاصة بحسام حوراني او تشوف المحاضرات الخاصة بشام عاصم لو عايز تنفذ الكلام ده بالمتلاب فموجود ليه كورس كامل متلاب هيعلمك الاسيات بتاعت المتلاب وموجود برضو مقدمة بسيطة كده عن معالجة الصور عامل اربع دروس كده باستخدام المتلاب برضو بشرح فيهم بعض تطبيقات كده في معالجة الصور وموجود برضو الحاجات الخاصة او كورس خاص بالزكاء الصناعي وعامل فيه تقريبا تلات اربع دروس باستخدام المتلاب ولسه ان شاء الله هكمل دروس تانية باستخدام المتلاب هنكتفي بكده ان شاء الله في الفيديو ده وان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على النقطة التانية اللي هي الخاصة بالامج بروسسنج طبعا بالنسبة للمصادر ما علاش نسيت المصادر اللي موجودة عندنا فيه كتابين كويسين ممكن نشتغل منهم فيه كتاب بالنسبة لبايسون اسمه بايسون كراش كورس وكتاب اللي هو اللي بيشتغل منهم محمد دسوقي اللي هو اسمه بايسون ممكن اعرض الكتابين الكتابين هم ده بايسون كراش كورس تمام ده شكل الكتاب تمام هو كان موجود منه اكتر من اصدار وكتاب مميز هو الكتاب حوالي 560 صفحة نصهم تقريبا 230 صفحة عبارة عن شرح اساسيات البايسون والنص التاني عبارة عن مشاريع باستخدام البايسون فكتاب ممتاز جدا تمام وفيه كتاب تاني او مش كتاب تاني يعني مجموعة محضرات كده موجودة على الويب تبقى موجودة على الويب سايت دي اللي بيشرح منها محمد عيسى تمام برضو شرح سهل جدا وبيعلمك زي تعمل برينت الهالو وورلد وزي تبدأ تعرف تجمع قيم او تنفس حاجات بسيطة تمام فكتاب او مجموعة تيوتوريال ظريفة جدا